السلام لبنات كديرين أتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية اليوم غادي نشارك معكم واحد طبق الضيافة كي يجي رائع يا لبنات وكيحمل لكم وجهكم مقدم الضياف عبارة عن تجاج بواحد الحشوة اللي هي الديدة كي يجي مش بول فران واحد الماداق اللي اكتر من رائع الصراحة كي يجي زبين زبين بزيف غادي نشرح لكم طريقة ديته بجميع التفاصيل خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة بالنسبة ل المقادر van موضوع دجاجات معلقة كبيرة العطرية حوت الحمرة معلقة كبيرة هي المطارmid معلقة كبيرة سمين الكبيره او سودانية حمده كبيره او قطعه راسه التومه توابير خرقوم او الكوركوم معلقة سكينجبير او زنجبير معلقة كبيره تحميره او بابريكه معلقة صغيره قصبريه بسم طحون منص معلقة كامون ومعلقة صغيره بزار هذو هم التوابير اللى غادى يحتاجوا وبالنسبة الزعفران حره البنات ديروه انا هنا بكانتش متوفر عدي ولكن من بعد راني اضفته سافي غادى ناخد واحد الحبة ديال البصلات كبيرة غادى نقشروها ونحكوها في حكاكة في جهة رقيقة وغادى نضيف عليها معلقة ديال المطارد معلقة ديال السمن معلقة ديال الهريسة وغادى نضيف هذه الحامضة اللى قشرتها اللى قطعتها رقيقة باللوب ديالها بالقشور زوت لاغل العلفة وغادى نضيف عليك التومه كاملة غادى نحكها من بعد غادى نضيف التوابي ديالي غادى نضيف المعلقة ديال الخرقم الخرقم او الكوركم معلقة ديال سكنجبيل او زنجابين معلقة ديال التحميرة او البابريكا القز بريه بسم طحون الكامون والإبزار سوف نجمع المكونات سوف ندفع لي واحد الكاس صغير سوف نخلط المكونات كاملة حيث تنسجم ليه ومن بعد سوف نأخذ الجاج سوف نفرق فيه بهاد العطرية سوف ندخل ما بين الجلد والعدم و ندخل في الجاج الداخل حيث تشرب لي هاد العطرية كاملة سوف ندخل رفح الباني سوف نخليها تبات ليه كاملة سوف نكملها صافي بالنسبة للناس هنا عندي عشرة دياجات ولكن سوف نأخذ معكم غير بالنص صافي وحد صاحبتي سوف ندخل قبيلات من اللون تخي من الحلوة من القلاس من الديسير كل شيء وقلت لم نصور معكم حسنت سماية تستفيدوا معايا كيف سوف نرى سوف ننزل لكم فيديو ديال ديافة كامل من اللوحس الاخر ولكن يبقى لي يدك شي طويل طويل بزاف وصراحة ما عارفش كيف سوف نقص من هنا لا تستفيدوا فقد سوف ننزل كل حاجة بوحدها اليوم سوف ننزل لكم هالطباق سجاج من بعد ننزل لكم القلاس ننزل لكم الحليوات اللي ختمت معها كل شيء كل شيء اللي صارت لها سوف نشاركو معاكم بالنسبة للأطباق اللخرة كيف سوف نقدمها لكم سوف نرى على حساب إذا كانت هي بغاتني ندريس عندي هنا لبلا سوف نصور معاكم الأطباق اللخرة كاملة مهم على حساب كيفش هي غدي طلب من عندي في الأخر صافي كيف سوف نقص لكم خديث هالطجاج هادا اللي نفرق فيها بهالطريقة هادي ضروري البناز ما بينجل دول عدم والدخل والداخل باش يشرب لكم هادا اللقامة وهادا عطرية كاملة ويجي دجاج لانا الديد كي يجي زوين بزاف صافي غدي نخليها كيف سوف نبتلي كاملة وغدي ندوز باش ننوجدوا الحشوة من بعد صافي البناز كيف سوف نسمر بنفس طريقة غدي نفرق ونحاول ندخلها من الداخل وما بيجل دول عدم باش يتشرب لي فهد العطرية مزين وغدي نقطع لي وغدي نخلي هيبتلي لكاملة اه بالنسبة لهاتجاج هادا انا غدي نرفقه مع مجموعة من الخضار درت اللوبيا البروكولي البتاتا خيزو اه يعني مجموعة من الخضار اللي قطعتها ودرتها كتبخر من بعد غدي نسوطيها في واحد المقيرة اللي درت فيها شوية زيت البلدية شوية زيت الرومية درت زيل ثومة محكوك شوية ديل البزار كامون قزبر يابس وعاصر ديل حامضة صافي وكان نسوطي كل شكل ديل الخوضة داب البناس غدي ندوز باش نوجد الحشوة ديل الجاج غدي نحتاج واحد الكمية كبيرة ديل القزبر ولمعدنوس مقطعة رقيقة بصلاة كبيرة محكوكة رقيقة معلقة كبيرة ديل عطرية ديل الحوت معلقة صغيرة ديل البزار معلقة صغيرة ديل الخرقوم معلقة صغيرة ديل سكينجبير او زنجبيل معلقة كبيرة ديل تحميرة او البابريكا معلقة ديل موتارد او الخردل معلقة صغيرة ديل السمين معلقة صغيرة ديل الهريسة او السودانية وحامضة صغيرة مصغيرة ومقطعة رقيقة المهم التوابير كيبقى بحل نفس التوابير اللي درنا في المارينات اللولة سافي غدي نجمع المكونات كاملة اخديت هنا واحد الحق ديال الشامبينيو اللي صفيتو وصطيتو في المقلناش فحتى نشيف ليه تماما من الماء وقطعتو صغير بالقرادة سافي غدي نضيفه حتى هو على الحشوة وغدي ناخد واحد الكيمية ديال الكبدة ديال الجاج اخديت هنا وحسب 300 قرام متوي ما كيبقى على القياس يعني كل واحد وعلى القد ديالو سافي سلقتها مع مع الماء وطرير ديال الحامد وورقة الساموسة سافي مليت القطية واللونها ابيض خرجتها وصفيتها سافي مزيان سافي بعد ما صفيتها قطعتها مكعبة صغيرة وزتها الحشوة وخديت واحد جوج الباكيات ديال الشعرية السينية او الفيرميسيل انا خديت ديال الروز من الاحسان يلي ما كتعجنش سافيتها هي رقتها واحد شوية في المطايب بخلق 4 دقيق وصفيتها وقطعتها بالمقاس صغيرة بزاف وجمعت الحشوة ديالتي كاملة ساكت نصحها حتى الدوق ديال الملحة وديال الحار مو متو ما كتتحوا الدوق على حسب الدوق ديالكم تومور رغبة ديالكم في الملح وفي الحار ساكت نعمر به ديال جاج ديالي هنا البنات هاد المقطع اللخر معرفش كيفاش نصح لي من الفيديو لاني سجلت كيف تكتلكم ديافة فيها بزاف الحويج وهادا معرفش بشولية بزاف المقاطع من الفيديوهات ومع ذلك قلت نزليكم هاد الفيديو وخام شافيه واحد الجوزء الصغير ماشي مشكيل المهم خلطت هاد الحشوة اللي قلت لكم كاملة شعرية مع الكبدة مع شوامبينيو مع العطرية والربيع جمعت هاد الخليطة كاملة وعمرت به ديال جاج ديالي استفتوا في واحد دلاطة اللي فرشت لي هال البابي ديال الطبخ واستفت الجاج شاعي من الفوق وغطيتوا بالبابي الخاص بالطبخ من الفوق وعيد باش عودت لي البابي اليوم ودخلتوا الفران مدة ديال ثلاثات السويع نعلى عفيلة مهيلة يعني طبعا خاطره مزيان وعريتوا من بعد خليتوا حتى برد ودهنتوا بواحد المعلقة ديال الموتار ودهنتوا بواحد المعلقة ديال الزبدة وشوية ديال السمن ودخلتوا متحمروا وتاخدوا لي اللون المدهب صافي وخرج جاج شاعي من الفران وحطيتوا في واحد البلال اللي فرشت ليه من قبل الخص صراحة الليبنات هاد شي كله انا سجلتوا معاكم ولكن للاسف للاسف مشالي من بوغ طابل معرفش كيفاش نقطولي الفيديوهات المهم خديت كيف تلكم واحد صينية دائرة ديال الفضاء باش يجي طبق يعني كيجي تقديم حسن من كاقدموا هكا في طبصيل فرشت ليه الخص وحطيت الجاج ديالي الوسط وفي الجناب رفقتوا بالخضار اللي قلت ليكم حطيت الوسط البروكولي كيف كتشوفوا في الصورة وحطيت البتاطا اللوبيا خيز زوب صافي حطيت جميع الخضار وكان هادا هو شكلت وزوقتوا من الفق بالكيغدون اللي درت فيها الفرمج حمار كاشير زيتون كحل وكان هادا هو شكلت على طبق ديالي اللي كيجي رائع جلديد الصراحة سيدة حمقت عليه وعجبها المهم ان اقديت لها غير هكا الاطباق هنا وداتهم هي هكا كتر الدار وعبش قدماتهم المهم كان هادا هو شكل ديالي وكانت من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم وإلى عجبكم ما تنسونيش من التباغتاج وليكات وتباغتاج يوم مع الحباب والصحاب وتشجعوني كتر وكتر ونخليكم في امان الله الى فيديو واخر انشاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة